السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين النهاردة هتكلم معاكم عن رؤية سورة العاديات في المنام اللي بتدول للرأي بقى على اشارة معينة وهي عدم القسم بغير الله في الواقع وهنقول بقى ونشوف مع بعض الرؤية في المنام ان هو الرأي شاف ان هو بيقرأ سورة العاديات او بيقرأ اول سورة العاديات بالاخص وهي والعاديات ضبحة وكان فيه ناس معاه في الرؤية متوفين في الواقع وبعد ان الرأي لما قرأ الاية الاولى من سورة العاديات داخل الرؤية مشوا وبعدوا عنه وسبوه فالرؤية هنا دلالة للرأي وتنبيه لي انه لا يقسم بغير الله في الواقع وخاصة الناس بقارب تقسم برحمة الاموات لان لا قسم الا بالله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته